اشتركوا في القناة يهدد باتساع الفجوة الغذائية في البلاد ميليشيا الحوثي تغرق الأسواق بأدوية مهربة ومغشوشة سائق المركبات يشكون من افتعال أزمة في الوقود بالضالع وتحذيرات من كارثة بيئية في ميناء عدن اهلا بكم وصل تسعار الصرف تذبذبها خلال تعاملات الأيام الأخيرة في الأسواق المصرفية متأثرة بالعديد من العوامل التي تؤدي إلى تأرجح قيمة العملة اليمنية بين الصعود والهبوط وقال مصرفيون ليمن شباب سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم الأربعاء 1145 ريال للشراء و 1155 ريال للبيع بعد أن تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 1110 ريالات كما سجل سعر الريال السعودي 300 ريالين للشراء و 304 ريالات للبيع وطلب مختصون سلطات النقدية في البلاد بسرعة وضع الخطوات والإجراءات المالية التي من شأنها أن تعمل على استقرار أسعار الصرف وتسببت عملية تذبذب الأسعار في تأثيرات وتبيعات على عملية الإنفاق الحكومي وعلى تضخم أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية اتهم أطباء ميليش الحوثي بالعمل على استيراد أدوية مهربة ومغشوشة وإغراق الأسواق المحلية بها ودعا نقيب صياد لليمنيين الدكتور فضل حراب إلى فتح تحقيق عاجل حول قضية موت عدد من مرضى السرطان في صنعاء بسبب علاج مغشوش استوردته هيئة الأدوية الخاضعة لسيطرة ميليش الحوثي الإرهابية وتهم هيئة الأدوية الحوثية في صنعاء بالتستر على الوكيل المعتمد لاستيراد العلاج الذي طالب بإحالته لنيابة للتحقيق معه ومعرفة كيف سمح له باستيراد علاج غير صالح للاستخدام وخلال الفترة الماضية أقدمت ميليش الحوثي على إغلاق أكثر من عشرين شركة أدوية وعشرات المخازن ونحو مئتي صيدلية لصالح نمو شركاتها التي باتت تحتكر سوق الأدوية احتجزت البحرية الإيرترية ستة صيادين يمنيين من أهل محافظة الحديدة أثناء ممارستهم نشاط الاستياد في جزيرة السوابع اليمنية وقال صيادون اليمن شباب إن القوات الإيرترية احتجزت الصيادين ستة وصادرت قواربهم ضمن انتهاكات مستمرة يتعرض لها الصيادون اليمنيون وفي ستمبر الماضي أفرجت سلطات الإيرترية عن مئتي صياد يمني كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من ثلاثة أشهر عادت خدمة الانترنت إلى مديريتين جنوبي الحديدة بعد 72 ساعة من الانقطاع جراء تعرض كابل الألياف الضوئية لعمل تخريبي وقال مدير الاتصالات في المخة طلال علي بكاش إن فريقا هندسيا تابعا للمؤسسة العامة للاتصالات تمكن من إصلاح كابل الألياف الضوئية بعد تعرضه لعمل تخريبي في المنطقة الواقعة بين حيس والخوخة وأكد بكاش عودة خدمات الهاتف الثابت وشبكة يما موبايل وأيضا خدمة الانترنت EDSL إلى المديريتين وفي عدن فادت مصادر عاملة عن خروج إحدى محطات التوليد الكهربائي عن الخدمة مساء ثلاثة بسبب نفاذ الوقود وقالت المصادر ليمن شباب من محطة المنصورة للتوليد الكهربائي خرجت عن الخدمة عصر الثلاثاء عقب نفاذ وقود تشغيلها وأضافت المصادر أن محطة الحسوى لتوليد الكهربائي هي الأخرى شارفت على التوقف والخروج عن الخدمة أيضا بسبب قلة الوقود وناشدت قيادة كهرباء عدن في منشور لها على صفحتها الرسمية في الفيسبوك جميع الجهات المعنية ضرورة انتظام تزويد محطات التوليد بالكميات المخصصة اليومية وذلك للحفاظ على استمرار القدرة التوليدية للمحطات هذا وامتدت أزمة الوقود لتشمل محافظة الضالع والتي شك فيها العشرات من سائق المركبات والدراجات النارية من ظهور مفاجئا لأزمة البنزين ويتهم سائق المركبات ملاك المحطات الخاصة ببيع الوقود بافتعال الأزمة في ظل صمت حكومي وقالت مصادر محلية ليمن شباب أن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتر قفز خلال اليومين الماضيين إلى 24 ألف ريال في حين يبلغ سعرها الرسمي 19 ألفا وخمسمائة ريال وتسببت أزمة الوقود بظهور طوابير طويلة للمركبات والدراجات أمام المحطات الخاصة ونشاط غير معهود للسوق السوداء وهذا بدوره ينعكس سلبا على معيشة السكان وحركة تنقلاتهم حذرت مؤسسة موانئ خليج عدن من كارثة بيئية ومخاطر بميناء عدن نتيجة الإهمال المتعمد من قبل شركة عبر البحار للملاحة في معالجة أوضاع السفن التبعة لها والرأسية بالميناء منذ فدرة وشارت المؤسسة في بيان إلى أن أربع سفن تابعة لشركة عبر البحار للملاحة واقفة في مرسى ميناء عدن تشكل تهديدا على الملاحة في الميناء مطالبة بسرعة التخلص منها وأكدت المؤسسة على أهمية سرعة التخلص من تلك السفن المتهالكة منذ فترة طويلة قبل أن تحل الكارثة محملة الشركة مسؤولية أي كارثة تحصل نتيجة الإهمال المتعمد في معالجة أوضاع السفن الواقفة تهدد ظاهرة اتساع العجز في ميزان المدفوعات بتفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع والطاقة في الأسواق الدولية وضعف الصادرات المحلية إلى التقرير تتفاقم التحديات الاقتصادية في البلاد مع جمود الحلول الحكومية وعدم فعاليتها في انتشار الوضع الاقتصادي من أزماته الممتدة منذ بداية الحرب قبيل ثمان سنوات ومع عجز الحكومة عن تفعيل كافة الصادرات النفطية والغازية ومعالجة العجز في الميزان التجاري للدولة تبرز مشكلة ميزان المدفوعات حيث تتفاقم نسبة العجز فيه مع توسع البلاد بالواردات وتقلص حجم الصادرات إلى الخارج ومما ينذر بتوسع الأزمة في ميزان المدفوعات هو ارتفاع تكلفة فادورة الاستيراد لمختلف استلاع والمواد الغذائية والضرورية واستيراد المشتقات النفطية في الوقت الذي تقلصت فيه حجم الصادرات اليمنية وشهدت العملة الوطنية تراجعا سريعا أمام العملات الأجنبية فضلا عن ارتفاع منسوب التضخم بنسبة تجاوزت 45% ويهدد العز في ميزان الدفوعات بتفاقم الضغوط على الأمن الغذائي في البلاد وصعوبة توفير الاحتياجات اللازمة من المواد الأساسية والسلع ناهيك عن ارتفاع تكاليف الوضع المعيشية وتضخم الخدمات والتساع رقعة الفقر والزوع والبطالة وتنشأ هذه الظاهرة عادة مع تذبذب أسعار الصرف وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وضعف الاستثمار الأجنبي في البلد فضلا عن تدهور كافة المؤشرات الاقتصادية وضعف التمويل الخارجي وتراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي والمحلي وفي ظل بقاء الاختلالات الاقتصادية أصبحت البلاد تشهد واحدة من أسوأ الأزمات في العالم مع توقف الدعم الخارجي وتقلص الدعم الإنساني من قبل المنظمات العاملة في مجال الإغاثة في البلاد الأمر الذي يهدد باتساع رقعة المجاعة الإنسانية خصوصا مع بقاء أكثر من مليون موظف في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي دون رواتب للعام السادس على التوالي وغياب برنامج الحماية الاجتماعية شكى مدير مكتب الجماركي بمديرية الخوخة علي محمد الجنداري من عدم تفعيل صلاحيات رقبة والتفتيش الجمركي بالخوخة ما أدى إلى تزايد عملية التهرب الجمركي بشكل كبير وأوضح الجنداري عبر إحاطة رفعها إلى وكيل مصلحة الجماركي الدكتور محمد الدهني أن عملية التهرب الجمركي قد تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بسبب تساهل السلطة المحلية والأمنية في مديرية الخوخة وقال إن إدارة الأمن تقوم بالإفراج عن المواد والسلع المهربة من مواشي ودراجات نارية وغيرها من البضائع دون الرجوع إلى جمارك الخوخة تدرس الحكومة اليمنية وقف تصدير المنتجات السمكية والزراعية نظرا لحاجة البلاد التي تعاني من تأثيرات وتبعات كارثية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا خصوصا ما يتعلق منها بالأمن الغذائي وأكد اجتماع عقد مؤخرا في عدن بين وزارة الزراع والري والثروة السمكية وجهات دولية وأممية مانحة أهمية الاستفادة من التمويلات المقدمة في إعادة تفعيل دور ميناء الاستياد السمكي في عدن وتأهيل مرافقه والبنية التحتية له وتوفير المعدات اللازمة لتشغيله وتوفير مختبر مراقبة الجودة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات ضمن خطط مدعومة من المنظمات الأممية والمنحين تستهدف إجراء تقييم أولي لميناء عدن للأسماك في منطقة حجيف وتحديد حجم الأضرار وانتشار السفن الغارقة في حوض الميناء استقبلت محطة عدن للحويات الباخرة MSC شيارة في زيارتها الأولى للميناء والبالغة حمولتها 1911 تحاوية نمطية لإشباع طلبات السوق المحلية من البضائع الغذائية والاستهلاكية وتعتبر شيارة تابعة للخط الملاحي MSC هي رابع سفنة تستقبلها المحطة خلال شهري ستمبر وأكتوبر بدأت أعمال تنفيذ مشروع السيانة وإعادة تأهيل مدرج مطار عدن الدولي بتكلفة 240 مليون ريالاً على المرحلتين ويتضمن المشروع إجراء تدخل عاجل لسد الشقوق في المدرج حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية حتى تتم المصادقة والبدء بتنفيذ مشروع المدرج الجديد من قبل البرنامج السعودي وفقاً لمواصفات عالمية معتمدة تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء مع زيادة قوة الدولار واستعداد المستثمرين لاستقبال بيانات التضخم الأمريكية وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود أثرتها مخاطر الوقود العالمي وتجديد قيود كوفيد-19 في الصين وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت 46 سنة إلى 93.83 دولاراً للبرميل وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنة إلى 88.81 دولاراً للبرميل وانخفض كلا الخامين القياسيين بواقع 2% في الجلسة السابقة وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى خلال 24 عاماً مقابل الين اليوم الأربعاء بسبب مخاوف التضخم والدولار القوي يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العمولات الأخرى ويميل إلى التأثير على النفط والأصول الأخرى عالية المخاطر حذر صندوق النقد الدولي الدول الناشئة والنامية من تأثير رفع الفائدة وتباطئ النشاط الاقتصادي العالمي مؤكداً أن تلك الدول ستكون الأكثر تأثراً خلال الفترة القادمة وفي المؤتمر الصحفي الخاص بعرض تقريره لاستقرار المالي العالمي نصف السنوي أكد الصندوق أن النظام المالي العالمي تدهور بصورة واضحة نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع التجارة العالمية وهو ما زاد من هشاشته خلال الفترة الأخيرة وأشار مسؤول الصندوق في تقرير الذي عرض أهم ما جاء فيه على الصحافة خلال اجتماعات الصندوق البنك الدوليين الجارية حالياً في العاصمة الأمريكية أشار إلى أن رفع معدلات الفائدة وما ترتب عليه من تباطئ للنشاط الاقتصادي تسبب في تزايد التقلبات في أسواق العالم وتراجع السيولة فيها وقبل الختام هذه جولة سريعة على أسعار العمولات وصلنا إلى ختم النشاط شكراً على طيب المتابعة في أمدلة